شهدت القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالغربية بتعاون مع جامعة طنطا واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء توقيع الكشف الطبي على 1679 حالة وصرفت دواء لهم بالمجان في قرية بن أبو صير مركز سمنود كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لتسعين مواطن وقيام كلية الزراعة بزراعة 50 شجرة مثمرة بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالإضافة إلى تنظيم محاضرات عن مناهضة العنف ضد المرأة ومحاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ